يعني خلينا نقول بشكل يعني أشمل يعني إحنا أمام إزاء الأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم يعني أمريكا وأوروبا وأسيا الأزمة موجودة الحقيقة في العالم بشكل كبير السيد الرئيس يمكن أيضا في حديثه بالأمس تحدث أيضا عن يعني الاحتياط الغذائي لمصر وتحدث عن مشروع زي مشروع تشكا ومشروع القمح وزراعة القمح وإزاي أنت تقدر يبقى عندك هذا المخزون اللي يكفيك حتى نهاية العام تحدث أيضا أنه حتى الرز كمان ربما يكون عندنا مخزون أيضا أعتقد السكر فأنت طول الوقت أنت بتحاول تكسب بأرض ويبقى عندك مستلزماتك الأساسية الأولية موجودة على الأقل خلينا نوضح حكا وده يمكن مش هنلوم على المستسمين أو صغير المستسمية أو حتى الفلاحين بمعنى أبسط في حكاية أنه هو لما يجي نقوله إزع أمح أو إزع سلعة تانية أنه هو ممكن يوحل سلعة تانية لأنه شايف أن جدوها الاقتصادية ممكن تكون أعلى وده حقه أي مستسمى أي فلاح بيشوف أو يقولك الزرع دي بتقلب أسرع فهتجيب لي أسرع فأنا ما أدعش ألوم عليه لكن الدولة تتحرك باتجاه مهم جدا إزاي أن أنا أعمل جدوة اقتصادية مهمة جدا ورفع من حجم العائد على الاستثمار في هذه الزرع إزاي أن أنا أقدم حوافز مطبطة بيه توريد الأمح إزاي أن أنا أعلي من أسعار التوريد دي علشان أشجع بنسبة كبيرة المستثمين وفلاحين وده عملية الدولة يعني الحقيقة عملية حوافز كتير عملية الحوافز دي وكمان إزاي أن هي كمان تتحرك على عمليات بقى مطبطة بيه وسائل أحدث فيه عمليات الزراعة وعمليات الري زي أن يبقى فيه يعني توجيه بشكل كبير للفلاحين عشان يبقى فيه عائد ومرضود اقتصادي من الاستثمار ومن زراعة الأمح اللي بالنسبة للدولة هو واحد من أهم عمدة الأمن الغزائي للدولة الدولة نجحة زي ما حضرتك تفضلت وقلت على مدار الفترة السابقة احنا كان عندنا الاكتفاءة الذاتي من الأمح كان بيوصل لحوالي 30% حان دلوقتي وصلنا لحوالي 65% من احتياجاتنا كمان فكرة الصوامع اللي احنا اتحركنا عليها كمان فدتنا بشكل كبير وبالأخص في التوقيت الحالي لأنه كمان بقى عندنا مخزون استراتيجي بيغطي حوالي 5 أشهر الأول كان بتغطي حوالي أو بنستفيد منها في حدودها أقل كمان من كده في البداية خاص كخمس أسابيع بعد كده تطول لغاية تشهر لازم يكون المخزون على الأقل ست شهور لأن ست شهور كمان تقدر الدولة يبقى عندها وقت انها تتصرف وتقدر ان هي كمان تستفيد هي الفكرة كلها ان انا يبقى عندي مخزون وفي نفس الوقت ابتدي استفيد مما بيتم تويده من السوق المحلي بحيث ان انا اقلل بشكل كبير جدا من الفجوة اللي ممكن تكون موجودة وفي نفس الوقت احنا شايفين ازاي التقلبات الشديدة جدا اللي بتحصل على مستوى السلع الغذائية وكمان مش الموضوع مطارب بالسعر بس لكن كيفية الحصول عليه يعني احنا شفنا كمان مع الحرب ازاي مشاكل كبيرة جدا وجهة اللوجستيات والتجارة الدولية فمش فكرة ان انا قادر اشتري ولا مش قادر ده هي فكرة كمان ان انا قادر اشتري بس عشان المنتج ده يجي بالزبط